الخال للتزويد العراق بأجهزة للكشف عن رفاة الأسرة والشفافية عشرة بلاغات شراء أصوات والداخلية لم تعلن موقفها بعد الخليجي التهديد الإيراني فاقد للحكمة آي تغريباً مشاهدين هي أبرز عنوين جريدة النهار نذهب إلى السياسة وعنوانها الرئيسي حول موضوع المرشح والنائب السابق فيصل المسلم الانتخابات الدائرة الثالثة برسم الإعادة كما تصفها جريدة السياسة خنشوف بقية العنوين ونقراها معاكم الإدارية توقف تنفيذ قرار شطو المسلم والجويهل وتنظر الموضوع 30 إبريل الحمود كلفت داخلية تنفيذ الحكم واثقون بقضائنا العادل وملتزمون تطبيق القانون وزارة الداخلية تقدم اليوم استشكالاً في الحكم عن طريق إدارة الفتوى والتشريع الفيلي للسياسة القاضي غير ملزم بنظر طعن الحكومة بصفة مستعجلة كما حدث مع المسلم العنزل للسياسة على الداخلية التمسك برأيها لأن سندها في الشطل صحيح قانوناً عنوان آخر صباح الخالد خارط الطريق الكويتية لمساعدة العراق في تنفيذ التزاماته المقاطع للسياسة حل المجلس غير دستوري وكل ما يترتب عليه باطل نواب الإداعات والاختحام يمكنهم الطعن على التحقيق لتمتعهم بالحصانة البرلمانية واشنطن أي اعتداء على الخليج سنواجهه برد حاسم هذه عنوين جريدة السياسة نذهب إلى عالم اليوم ونشوف عنوانها الرئيسي وانتصر الدستور وبعودة طبعاً المسلم كما تقول عالم اليوم انتصر الدستور بعودة المسلم نشوف بقية العنوين المحكمة الإدارية ألقت قرار شطبه ووزير الداخلية يكلف الجهات المعنية تنفيذ الحكم الخالد فرحنا بعودة فيصل وتألمنا من عودة السرطان السياسي السعدون شط باطل وطعن كامل وحكم عادل قعودين من الصواق للمسلم والنيابة تباشر تحقيقاتها مع الستين متهمة بتظاهر التيماء الداخلية تفرح حظر تجوع البدون في تيماء وصليبية يواجهون تهم التجمهر والتضارغ إلى المرخص والاعتداء على رجال الأمن وفتح التحقيق في تهديد الزميل الجازع بالقتل الحمود طالب القوات الخاصة بمحاسبة المخطئيا كان منصبه والإعلامة حالة إحدى القنوات التلفزيونية إلى النيابة لمخالفة القانون المرئي والمسموع وفرعيات انتخابات 2089 ألف دينار حسنة الفرعيات 18 ألف دينار بجيب الدولة كما تقول عالم اليوم نذهب إلى الصباح عفوا إلى جريدة الوسط ونشوف عنوانها وسلم المسلم كما تقول جريدة الوسط نشوف بقية العنوين الإدارية ألزمت الداخلية إعادة قيده والجويه المجددا المبارك الكويت تساند الشعب اليمني وتثق بقدرات أبنائي على تخطي العثارات تفعيل قانون المرئي والمسموع تجاه وسائل إعلام خلال الانتخابات وعمال خدمات القطاع النفطي يعتصمون طلباً لحقوقهم النيابة العامة تحقق مع 60 متهم من البدون والكليب 562 مليون دينار ميزانية الأشغال في 2012 و12 هذه هي عنوين جريدة الوسط نذهب إلى الصباح ونشوف عنوينها الرئيسية مرشحون اقتحام المجلس تطاول على هيبة الدولة كما تقول جريدة الصباح خلونا نتابع معكم أبرز العنوين الأخرى الحمود نحترم حكم الإدارية بوقف شطب الجويهل والماجد والمسلم وممتزمون بتطبيق القانون وعنوان آخر تحالف أهل الخامسة لسنا ضد أحد وهدفنا مصلحة الكويت الحمود لا تهاون في مراقبة العملية الانتخابية الشفافية 30 متابعاً لانتخابات من 18 دولة عربية والداخلية 17 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات تنازل أربع مرشحين في الثانية والثالثة والخالد ندرس استثمار التعويضات في العراق نذهب إلى الكويتية ونشوف عنوان وحيد موجود في الكويتية المبارك والعنجل والبراكة يتصدون لمناقصة الكابلات الكويتية أثرتها وتداعيات وصلت إلى إحدى الدول الخليجية والحمود رئيساً بالنسبة للبدون ورئيس مجلس الإدارة والفضالة هو الرئيس التنفيذي كما تقول خلونا نشوف صحيفة أخرى يعني فقط هذه عنوان جريدة الكويتية ننتقل إلى المستقبل نشوف المستقبل اللي بعد المستقبل طبعاً كذلك لا يوجد عنوان كثيرة فهد السالم لا يشرفني الفاسد كما يقول خلونا نشوف بقية عنوان المستقبل عنوان طبعاً قليلة المسلم يعود لشباق الانتخابات البرلمانية وإلزام مصرف محلي بتخصيص 45 مليون دينار مقابل ديون رجل أعمال وصراع تحالفات وحصر وانسحابات في الأولى مساعدة لتحقيق 5 زائد 3 زائد 1 كما تقول جريدة المستقبل هذه المشاهدين هي يمكن عنوان جريدة المستقبل أمامي الآن جريدة القبس ونشوف عنوان القبس أتت متأخرة كذلك عنوان القبس تتعلق في موضوع فيصل المسلم مثل ما ذكرنا اليوم هو العنوان والمشيط الرئيسي لجميع صحفنا المحلية بلا استثناء القبس تقول القضاء يلقي شطب المسلم والجويهل والماجد والشوية رئيس الوزراء استقبل كرمان ومهرجان جماهيري حاشد نظمته القبس المبارك سنجنس البدون المستحقين والبعض يستقلهم سياسيا والحمود نحترم حكم القضاء توكل اعتذر للكويت عن حماقات صالح هذه هي فقط عنوان جريدة القبس ليوم الثلاثة الوطن امامي وعنوانها الرئيسي يتعلق في موضوع البدون وفيصل مسلم عنوان رئيسي الابعاد للبدون المتظاهرين ممن عرفت جنسياتهم وتسريح العسكريين وسحب البيت الشعبي وشط ملف التجنيس والغاء البطاقة الأمنية لجنة في حالة انعقاد دامي متابعة تطبيق القرارات متابعة المحرضين على المواقع التواصل الاجتماعي الإسراع بتجنيس العسكريين وإقامة طويلة بامتيازات لمن يعدل وضعه التوصل لمعرفة 64 من جنسيات بالأمية من جنسيات البدون وحملت احصاء 65 هم 34 ألف كما تقول الوطن طبعا هذا هو اجتماع الجهاز المركزي برئاسة الشيخ أحمد الحمود أهمية لمعايير الولاء والتضحية وقرابة الكويتين والوجود الطويل البدون ثلاث فئات ينظر في أمن تجنيسهم يمنحون إقامة يعدلون أوضاعهم قيود أمنية على البدون المقبوض عليهم واستبعادهم من التجنيس وعنوان آخر شطب الشطب إلغاء قرار الداخلية بشطب المسلم والجويهل والماجد لتعود الثالثة ثابثة والحمود يأمر بإلقاء قرار ويشكر اللجنة آية تغريبة المشاهدين الكرام هي أهم وأبرز عنوين جريدة الوطن إذن واضح مشاهدين الكرام اليوم العنوان الرئيسي والمادة الرئيسية والدسمة اليوم صحفنا المحلية هي موضوع حكم المحكمة الإدارية بإعادة أو إلغاء قرار شط فيصل المسلم وعودة الانتخابات هذا هو الموضوع الرئيسي وردود الفعال حوله والموضوع يمكن الثاني يتعلق في موضوع الجهاز المركزي واجتماعه اليوم واتخاذه قرارات برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الحمود ويبدو أن هناك قرارات حازمة وعنيفة جدا في موضوع من قام بالتظاهرات والموضوع يمكن بقية الموضوع هي تغريبا يعني متنوعة من صحيفة إلى صحيفة أخرى من جرائدنا وأغلبها تتعلق في الانتخابات وما يحدث الآن في الساحة الانتخابية هذا مشاهدينا الكرام هو كان باختصار لأهم وأبرز عنوين صحفنا وجرائدنا الصادرة اليوم الثلاثة أتمنى مشاهدينا الكرام أن أكون وفقت في هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا معي ونقلت لكم جزء يعني مختصر مفيد لأهم أخبار جرائدنا اليوم الثلاثة وصلت مشاهدينا الكرام لختام حلقة إلى هذا اليوم سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغبرك وأتوب إليك أستودعكم الله وفي أمان الله اشتركوا في القناة